أعربت البعثة التحضيرية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة السكرتير العام للمجموعة عن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي من المقرر عقدها خلال الفترة من 22 إلى 26 من مايو المقبل وهما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ وخلال الزيارة استعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك مع السكرتير العام لمجموعة البنك الإفريقي موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية حيث ناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستضافة واشادوا بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة لاجتماعاتها السنوية ولمجموعة البنك ترجمة نانسي قنقر